بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير محدثكم دكتور بسام الشراونة استشاري أنف وأدن وحنجرة وباء الكورونا حديث الساعة وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آتاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي ولاهمية هذا الموضوع وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل واستكمالا في الحديث عن القطاع الصحي من المنظور الاقتصادي لا بد من الوقوف على دور شركات ومصانع الأدوية الأردنية الفاعل في إنتاج وتوفير الأدوية للمواطنين في ظل هذه الأزمة وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني ومستقبل الصناعات الدوائية في الأردن ما بعد أزمة الكورونا عن هذا الموضوع تحدثنا الدكتورة حنان سبول أمين عام اتحاد منتجي الأدوية الأردني دواء الأردني هو صمام الأمان لتحقيق الأمن الدوائي في المملكة في كافة الأوقات وتضح ذلك جليا خلال أزمة انتشار فيروس كورونا ولو لوجود الصناعة الدوائية الوطنية لشهدت المملكة الانقطاع في العديد من العلاجات الضرورية لمرضى كورونا إضافة لعلاجات الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري فالعديد من الدول امتنعت عن التصدير الدواء للأردن ولدول أخرى حتى توفر الدواء لمواطنينها لكن شركات الأدوية الأردنية تمكنت من الاستمرار بالتصنيع وتلبية حاجة المملكة من الدواء ولديها من المواد الأولية ما يكفي لسد الاحتياج لست أشهر على الأقل وبعض الأدوية متوفر لدينا مواد أولية لتصنيع ما يكفينا لمدة سنة وعلى الرغم من المخاطر اللي حولنا تم إصدار تصريح للعاملين في مصانع الأدوية حتى يوصلوا لمصانعهم ويتمكنوا من الاستمرار بالتصنيع طبعا إحنا وفرنا كافة معايير الحماية والسلامة للعاملين من الكمامات والمعقمات وعقمنا المصانع لأنه سلامة عامليننا هي أولوية بالنسبة لنا نحن فخورين بدواءنا الأردني وفخورين بصناعتنا الوطنية مثل ما إحنا فخورين بالنموذج الأردني في إدارة الأزمة اللي تميز على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر